مكانش بيحصل خالص لا هقولك لا قبل ولا بعد مكانش بيحصل خالص خمسين سنة منهم ستة واربعين سنة ونص دول عمري وقابلهم شواء مكانش بيحصل خالص خالص بمعنى كلمة خالص والعهد على الراوي خالص لما بنقول جمهورية جديدة يا سادة يا كرم جمهورية جديدة مش بس بنبني فيها بيوت جديدة ولا طرق جديدة ولا مصانع جديدة ولا مدن جديدة ولا انترنت مش عارف فائق السرعة ولا تكنولوجيا كذا ولا جمعية ولا جامعات كذا مش بس كده جمهورية جديدة يعني طريقة جديدة مختلفة تماما في التعامل ما بين الحكومة والناس الحكومة اللي بتاخد بإيد الناس والطبطب عليهم دي الجمهورية الجديدة الحكومة اللي بتسمع صوت الناس وتلبي مطالبهم دي الجمهورية الجديدة الحكومة اللي محافظنها بيروحوا بيوت خلق الله يطبطبوا عليهم من باب الرحمة قبل بس تلبية الطلب زي التلبية الطلب ايا كان دي الجمهورية الجديدة عرفتوا ليه قلتلكوا قبل كده ابتسم انت في الجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر